وقبل ما نختم ونشكر السيدة الديوف يمكن احنا على مدار التلات حلقات كنا بنناقش بشكل مكسف ملامح عامة مش هقدر اقول بالتفصيل طبعا ملامح عامة لطبيعة كل محور والقضايا اللي بيناشا اللي تابع التلات حلقات يمكن اسهل اكتشاف ان ما فيش قطاع الا ولا ده مشاكل كثيرة جدا وهذه المشاكل تعتبر اولوية لاهل هذا القطاع وتحتاج الى تدخل سريع لما تحط الصورة قدامك كاملة تقدر تفهم بالفعل مغزى هذا الحوار الوطني ان هي بالفعل مسكولية امة باكملها تريد حياة افضل وتريد العبور للمستقبل بعد سنة من الجهد الشاق لهيئة الحوار الوطني مجلس الامنة اللجنة الفنية وبعد ما تم عرضه من مشاكل وتدخل هذه المشاكل في سياقات متعددة يعني مبارح واحنا بنتكلم على منظومة الصحة فلينا نفسنا بنتكلم على الحوكمة ان فيه مستشفيات طبع جهة ومستشفيات اخرى وكل قطاع بهذا الشاكل زي ما تكلمنا على الصناعة دلوقتي التعليم السياحة الموازنة كل هذا الكلام فاللي كانوا بيقولوا من سنة ان الحوار قد يكون مناورة سياسية او اجراء وقتي او اجراء الهدف منه يعني ضوء اعلامي لحظي في وقت محدد افتكر ان هو يراجع نفسه ولما نوصف هذا الحوار الوطني ان هو اهم حدث في مصر الان واستوجب علينا جميعا ان ننتبه اليه وان نتفاعل معه ليست مبالغة اشتركوا في القناة